مرة تانية عودة بعد غياب وزميلنا كريم أحمد موجود هناك ينقل لنا تفاصيل أكتر عن تمرين لأهلي النهاردة ووجود كولر طبعا وجهازه الفني زهور اللاعبين أخبار المصابين لفنيش الموسم طبعا وهم لسه ما انتهوش من بنامجهم التعيلي نعرف كل التفاصيل من كريم بساء الخير يا كريم وأهلا بك مرة تانية مساء الخير عليك طبعا الزميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية ويا رب إن شاء الله يكون موسم وانطلاقة جيدة جدا كالعادة لفريق النادي الأهلي تحت القيادة الفنية في البداية طبعا لمستر كولر اللي بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي وحشنا ملعب التيتش وحشتنا فرقة النادي الأهلي النهاردة الأهلي بيستعد للموسم جديد بداية زي ما بقول فعلية النهاردة بترجع لفرقة التمرين نتعرف منك على أخبار التمرين مستر كولر بدأ التمرين إزاي كلم مع العيبة إزاي يعني يدينا تفاصيل كده أهم ملامح اليوم النهاردة يعني هادر أقول لك زميلي أحمد في البداية بعد الاجتماع الخاص طبعا بالجهاز الفني بالكامل مع الكابتن محمود الخطيب وتوجه مباشرة عن الجهاز الفني إلى ملعب مختار التيتش أنت عرف طبعا أي مدير فني بيتولى القيادة الفنية للنادي الأهلي بيكون في جلسة تعارف وده الحقيقة بدأت من النهاردة النهاردة كان يعني من المتوقع أن كان كابتن سامي أمسان النهاردة يقود التدريب وميستر كولر يقود تدريب الغد لكن الرجل عنده اشتياق كبير جدا لتدريب النادي الأهلي وعلى الأجواء الحقيقة اللي لمسها وعشها من أول لحظة وصل فيها القرار الحب الكبير اللي شافه الحماس اللي شايفه كمان في الأجواء اللي حواليه والحب اللي حواليه وقيمة النادي الأهلي الكبيرة شفناه وتفقده الأرض الملعب وأسئلته طبعا كان سأل على الصور الشهداء أنا طبعا اللي متواجدة فيه استاد مختار التيتش سأل عرضية الملعب على الإضاءة على كل الأمور دي لحقيقة مهانس خالد مرتاجي وكابتن أمير توفيق طبعا وضحوا له أمور عديدة جدا في ملعب مختار التيتش تحديدا حديثه مع الكابتن محمود الخطيب الراجل عنده الشغف الكبير جدا أنه هو يقود النادي الأهلي لأن أنت عارف سنتين كان غايب ويمكن أنا ذكرته أكد تجاريته في الملعب ما كانتش في فن ما كانتش عبارة عن فن لا الراجل متعطش قالك أنا بقالي سنتين مجريتش في ملعب أخدر وحاسس أن أنا هكون انطلاقتي هنا مع نادي الأهلي ده أمر مهم جدا وده بيدينا انطباع متفقلين كلنا مع الاختيارات الجيدة والشغل الكبير اللي بدأوا مجلس الإدارة بوجود الحقيقة الجهاز الفني بالكامل كلمك النهاردة على التدريب في البداية بعد جلسة التعارف على طول مباشرة مخطط الأحمال تيتسين أندويا طبعا دوره مهم جدا وبنتمنى له كل التوفيق لأن عنده شغل كبير جدا خلال الموسم طبعا بعض الأمور الخاصة به الأحمال البدنية النهاردة من درش نقول في رفع حمل بدني لكن نهاردة فيه شكل عام بالنسبة للبرنامج التدريبي الراجل يمكن خصص فقرة 20 دقيقة لتعييل وممكن حاجات بسيطة جدا بين غير الكورة بعدها مباشرة أيضا كمان الشغل المتعرف على المدير الفني أنه بيعمل تأسيمة بدون توظيف وبدون يعني بحظن اللي عايز يلعب كورة لعب الراجل عايز يتفرج بشكل عام على اللعبين على كل لعب في زل وقته قليل جدا النهاردة بالنسبة للتدريب فده أمر مهم جدا انطباع الراجل مع اللعبين اللعبين استقبلته بشكل مميز جدا الجو العام اللي شافه في النادي الأهلي بيديله مرضود كبير ودفع كبيرة جدا إن إن شاء الله الموسم يكون جيد والقادم يكون أفضل تحت القيادة الفنية لميستا الكور الأمور طيبة جدا في هذه اللحظات كمان ممكن تأسيمة شغالة في ملعب مختار التيش زي موتتلك الراجل بعد طبعا التحضير لمعسكر فريق النادي الأهلي اللي بيتم على خادم الوساق لكن كل الأمور الحمد لله طيبة جدا كمان الحقيقة يعني رغم من السعادة وعضاء النادي الأهلي اللي استقبلت ميستر كولر عايز أقول لك كان في قمة السعادة عضاء النادي الأهلي كلها النهاردة راحت لمشيلي أنا أكون واحد من الدربين الحراس المميزين جدا محبوب عارف قيمة النادي الأهلي بشكل بير جدا فيارب الكوكبة اللي متواجدة مع الجهاز الفني اللي مميز جدا إن شاء الله تكون موسم جايد كريم نتكلم شوية معاك عن العيبة وأنا شايف الحقيقة يمكن يعني مش عارف طبعا الكادر ما شفتش تمرين كامل دي لعطات سريعة جدا بس أنا ما شفتش ديانج ما شفتش بيرسي تاو ما شفتش عمار عايزة أسأل عليهم أعرف موقفهم إيه شفت طبعا كهرباء شفت مغربي شفت متولي عمل نيولوك فاتكلمنا كده العيبة حتى اللي كانت بعيدة وكانت مصابة في نهاية الموسم وكانت بتنفس برنامج تأهيلي مين رجع مين لسه عليه شوية نتطمن منك على سكواد الأهلي نفسه يعني هادر أقول لك النهاردة في بعض اللعبين في الجيم يعني في لسه بعض اللعبة بتاخد فقرات في الجيم تبدأ كمان تاخد فقرات تدريبية في أرض الملعب النهاردة أكرم كان متواجد فيه التدريبات عمار ماشي بشكل مماس جدا أيضا فيه التأهيل كل اللعيبة الحقيقة اللي كانت بتعاني من الإصابات ما هتطلع جدول تأهيل خلال الفترة الفاتك كانت شغالين العيلي بشكل كبير جدا ومستمرين كمان نمعاه ممكن ما نشوفش بعض اللعيبة في المستطيل الأخدر لكن شفنا النهاردة قفشة محمد شريب بيجروا فردي فيه لسه برنامج موضوع للعبين طبعا اللي ممكن رجع من فترة طويلة جدا زي ما انت أكدت زي ما ليه أحمد يعني سنين كثيرة جدا النادي الآلي لم يلتقط أنفاسه بشكل كبير جدا سواء اللعبين أو الأجزاء الفنية فيمكن فيه بعض اللعيبة النهاردة ما قدرش أقولك على التجمع بشكل عام على أن يكون غدا وبعد غد الصورة تكون واضحة بشكل كبير لأن النهاردة فيه لعيبة بتاخد أجزاء بسيطة جدا من الجانب البدني فيه لعيبة لسه ما دخلتش فيه الجو العام بالنسبة لي التدريبات لكن من الغد بإذن الله تيمورك كله يكون كامل التدريبات كلها تكون واضحة بشكل جميل جدا للجميع فيارب إن شاء الله كل اللعيبة اللي ممكن فقدناها الفترة اللي فاتت نستفيد بها على رأسهم أكرم توفيق لكلنا منتظرين والحقيقة نشوفه في المعسكر للتدريب الفريق النادي الآلي من مبارات الودية ومنها إن شاء الله بالاستقرار اللي بيحاول مجلس إدارة النادي الآلي يوفره من كل الجوانب فيارب كل الظروف دي تكون معنا وخدمانا إن شاء الله في هذا الموسم اللي هي يعني منها الواضح إنه هو يكون صعب جدا خلال فترة قدر ويقوم باك يا كريم وهنتابع معاك يوم بعد يوم ومع كل الزمل طبعا على شاشة الأهلي متابعة السعادات النادي لأهلي لبداية موسم جديد بإذن الله إن شاء الله لأي كون موسمو